أكدت وزارة الزراعة استمرار منع استيراد عدد من المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية وبواقع 18 مادة مشددة على أن ما يدخل من مستورد يعد تهريبا وقال وزير زراعة صالح الحسن في بيان له إن الوزارة مستمرة بمنع استيراد عدد من المحاصيل النباتية وبواقع 15 محصول وثلاث منتجات حيوانية لوفرتها في الأسواق المحلية ودعما للمنتج المحلي والاقتصاد الوطني وأضاف الحسن أن استمرار سريان هذا القرار يأتي حفاظا على المنتج المحلي ولتجديع الفلاحين والمزارعين ومربيء الثروة الحيوانية على مواصلة الإنتاج فضلا على تشغيل الأيد العاملة وتفعيل دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمار وإنشاء المشاريع الاستثمارية الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني للبلاد ترجمة نانسي قنقر